مرحبا بكم معي في درج جديد وفيديو جديد على قناتي فرنسي افك سلمان لأول مرة يشاهد القناة قناتي التعليم اللغة الفرنسية من السفر الى الاحتراف بدروس جد مبسطة وسهلة اذا اللي بغي تعلم اللغة الفرنسية معلي اللي يشترك في القناة في الزر الاحمر اللي كاين بيان سغل تحت يدير سابسكوريب وبين سابوني ويفعل الجرس باش يوصلوا اي درج جديد اذا درس اليوم ان شاء الله غد نعطيكم خمس افعال اللي هي مهمة في اللغة الفرنسية ولي غتمكنكم انكم تتكلموا باللغة الفرنسية اللي استعملتوها في حياتكم اليوميا اذا قبل ما نبدأوا الدرس غد نقول لكم تخليوا لي لايك ديالكم باش ما تنسوه مش في اخر الفيديو ويلي كنتم استعدين نبدأ ان شاء الله الدرس على بركة الله وزيت بخي؟ نكمنز اذا اول فعل اللي كنستعمله بكثرة في اللغة الفرنسية واللي ضروري نكونو كنعرفوه ونوضفوه في حياتنا اليومية هو اللي فربي يذهب اللي يذهب وكيمكننا نستعملو ايضا لمساعدة الافعال وهذا كيتسمى الفوتر بروش اول حاجة غدي نشوفو كيفاش كيتصرف زمن الحاضر اللي كنستعملو فيه بكثرة زمن الحاضر لبريزان اللي كنستعملو في اللغة الفرنسية اللغة الفرنسية في اللغة الفرنسية حسنًا مع أسلما. لا تزالس. فلن يقولون نو نو نوزا نعم ون فلن يقولون فلن يقولون ون ون إل ون 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 ألف! قد ي examples كفعل أساسي في الجملاء وإما يمكننا أيضا أساسي لتذهب بنيسيكون لدينا لفتور proche احنا سأعطيكم هذا بالأمثلة لكي أردكم كل حال إم ستستعمله كفعل أساسي في الجملة وإم ستستعمله في الفتر proche إذن إذا أردت أن أستعمل le verbe علي كفعل أساسي داخل الجملة سوف أقول مثلا je vais à l'école أنا أذهب إلى المدرسة هذا فعل أساسي داخل الجملة je vais à l'école أنا أذهب إلى المدرسة وإذا أخذت مثل آخر سوف أقول لكم je vais vous expliquer une nouvelle leçon je vais vous expliquer une nouvelle leçon سأشرح لكم درسة جديدة je vais vous expliquer une nouvelle leçon إذن هنا le futur proche أي أنني سوف أفعل هذا الفعل في وقت الذي يكون في المستقبل وقريب aujourd'hui je vais vous expliquer une nouvelle leçon je vais vous expliquer une nouvelle leçon يشرح une nouvelle leçon درسة جديدة 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 je vais vous expliquer je donne pour tu tu donnes es il elle est en donne e bien sûr nous donnons vous il donne tu donnes tu donnes il elle et en donne nous donnons vous donnez il donne elle donne très bien très bien إذن أول مثال سوف أقول je donne un cadeau à mon ami je donne un cadeau à mon ami أعطي هذير les صديقاتي je donne un cadeau à mon ami je donne un cadeau à mon ami أعطي أعطي هذير لصديقاتي إذن amis avec eux c'est صديقاتي ils sont eux صديقي جيد إذن مثال آخر حيث سوف يختلف معنا le verbe donner في هذا المثال سوف أقول je donne de l'importance à mes études je donne de l'importance à mes études أي أنني أعطي أهمية لدراسة أعطي أهمية لدراسة je donne de l'importance à mes études je donne de l'importance أهمية أعطي أهمية لدراسة très bien مثال آخر سوف أقول je donne des cours de français je donne des cours de français أنا أعطي دروس في لغة الفرنسية je donne des cours de français je donne des cours de français أنا أعطي دروس في اللغة الفرنسية جيد كما لاحظتم le verbe donné له استعمالات عديدة وأنه فعل جد جد مهم في اللغة الفرنسية الفعل ثالث وبيا le troisième verbe معنا في هذا الدرس هو le verbe faire يفعل faire le verbe faire يفعل إذن إذا أردنا تصريف le verbe faire في زمالحادر كيف سنقول موسيقى موسيقى انا اقوم بواجباتي اذا هذا استعمال اول لفر مثال اخر سوف اقول اي انه يقوم بخطواتين اي انه يتظاهر بيساد il fait semblant d'être heureux il fait semblant d'être heureux d'être heureux هو يتظهر بالسعادة très bien يمكننا أيضا أن نقول il fait nuit il fait nuit أي أنه الليل il fait nuit il fait lui إنه الليل très bien إذا شفنا الاستعمالات المختلفة ديال le verbe faire في اللغة الفرنسية إذا هو فعل جيد مهم يجبنا نعرف كيف نصرف ونستعمله في الجمل في اللغة الفرنسية le quatrième verbe وهو من الأفعال وهو أيضا مهم وهو verbe qui se s'amle أيضا verbe auxiliaire وهو le verbe أو l'auxiliaire être l'auxiliaire être أو الفعل المساعد être وهو فعل جيد جيد مهم في اللغة الفرنسية أيضا Donc pour « je », qu'est-ce qu'on va dire ? Je suis Pour « tu » « tu es » Pour « il », « elle », « en » Et « est » Pour « nous », « nous sommes » Pour « vous », « vous êtes » « elle », avec « s », « sont » S-O-N-T Très bien ! الفعل خامس والأخير وهو أيضا فعل مساعد وهو le verbe « avoir » يمتلك avoir Le verbe avoir يمتلك J'ai إذن إذا أرادنا سصريف Le verbe « avoir » au présent كيف سنقول Pour « je » سوفناقول J'ai J'ai Pour « tu » سوفناقول Tu as « il » « elle » Et « on » toujours Or sans « s » Pour « nous » سوفناقول Nous avons Le « دينا » Pour « vous » Ils ont une très belle maison Ils ont une très belle maison لديهم بيت جميل جدا Ils ont une très belle maison Ils ont لديهم أو يمتلكون Une très belle maison Et « دينا » Ils ont une très belle maison et ils ont une très belle maison ils ont une très belle maison L'un le C'est Très bien Ou au concours ou le verbe « avoir » نستعملو كفاء المسايد في زمن لفاسي قموزي سأعطي مثال سأقول جَيْ رَمَسَي مِزَفَارْ جَيْ رَمَسَي مِزَفَارْ جَيْ رَمَسَي 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 مِزَفَارْ بمعنى جَمَعَتُ لوازمي أو أغراضي جَيْ رَمَسَي مِزَفَارْ رَمَسَي رَمَسَي دانك نوهدو خمس أفعال جد جد مهمة في اللغة الفرنسية إذا نحفظوه ونعرفو كيفاش كيتصرفو ونعرفو كيفاش نستعملوهم في الجمل في اللغة الفرنسية اللي بقي ماداش ليا لايك خليلي لايك على la video ويبارتاجي la video avec tout le monde وإن شاء الله نشوفكم la prochaine video prenez soin de vous Au revoir